على ساحل أوريغون المتل على المحيط الهادي يبدأ مسار كسوف كلي للشمس يجتاز الولايات المتحدة على امتداد القرع. منذ ساعات الصباح الأولى توجه الكثير من الأمريكيين إلى مكان حدوث هذه الظاهرة الطبيعية حاملين معهم نظرات شمسية مخصصة لهذا الغرض. فهم لا يريدون تضيع هذه الفرصة للاستمتاع ورؤية ظاهرة تحدث مرة واحدة في القرن الحالي. وتغرق أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة في الظلام لأطول فترة تمتد لدقيقتين وثمان وثلاثين ثانية. لم أشاهد من قبل كسوفا ولا خسوفا للقمر لذا أريد الاستمتاع على ساحل أوريغون بهذه اللحظة الساحرة وأمل أن تكون مميزا. نحن هنا لمشاهدة الكسوف لقد أحضرنا معنا نظرات خاصة ونتوقع أن يكون عرضا مميزا. نحن متحمسون ونريد الاستمتاع. أتينا إلى هنا حوالي الساعة الخامسة ونصف صباحا لنحجز لنا مكانا ووجدناه ممتلئا. توجهنا إلى هنا وآمل أن نشاهد هذا الكسوف. الكسوف يبدأ رحلته عبر البلاد من ساحل ولاية أوريغون في وقت متأخر من صباح الاثنين ليصل بعد تسعين دقيقة إلى شواطئ كارولين الشمالية على المحيط الأطلسي. والكسوف الكلي للشمس ليس ظاهرة نادرة وتحدث كل ثمانية عشر شهرا تقريبا. لكن المميزة في هذا الكسوف الكلي هو أن مساره سيمر من غرب الولايات المتحدة إلى شرقها. ولم يحدث مثله على امتداد القارة الأمريكية منذ تسعة وتسعين عاما. ولهذا سمي بالكسوف الأمريكي العظيمة.